تتفنن النساء في البحرين في إعداد حلويات العيد بشكل جميل ومتقن لتكون الضيافة في يوم العيد مميزة ومتكاملة حيث تسعى لأن يحتوي قدوع العيد على الحلويات والموالح منزلية الصنع نعم فضيافة البيوت البحرينية دائما ما تكون متميزة وذات طعم لذيذ ابتهاجا باجتماع العائلة في أيام العيد موالح وحلويات ومكسرات هي ضيافة خاصة ولافتة في الوقت ذاته تقوم بتحضيرها ربة المنزل في يوم العيد استعدادا لاستقبال أفراد العائلة خصوصا وإن قدوع العيد في البحرين له نكهة خاصة يتفنن في تقديمه أهل البيت لاستقبال ضيوفهم كل بيت بحريني يستقبل أحبابه وأهله وأنا منهم ونجهز المعمول والحلوة والبيديفور والمتول المكسرات الفاكهة ونجهز بعد إحنا بوكسوت حق الحلويات ونتنقصها حق الأعزة علينا ضيافة العيد لا تقف عند الحلويات ففي بعض الأحيان يحرص كل بيت في البحرين على تقديم غدا العيد حتى تكتمل لمة العائلة في هذا اليوم فتقف ربة المنزل على أعداد بفوهم متكامل ومائدة فخرة تضم مال الدواطاب من الأطعمة لترضي من خلالها جميع الأذواق غدا العيد بعد ما شاء الله الناس تتفنن فيه وتطلب الوجبات والولايم حق لمة الأهال والأقارب والأحباب ومع اليهال ما شاء الله يعني يصير تجمع كبير يعني في بيت العائلة في بيتي ما شاء الله بالنسبة حق غدا العيد المتعارف عليه هو غوز اللحم والديو يعني النيب اللحم ونيب الديو حق اللي ما يوكل كذي يوكل كذي ونضيف عليه بعد ساعة نسوي بوفي قدوع العيد جزء أساسي في هذا اليوم فمهما اختلف الطرق تقديمه ومحتوياته يبقى له نكهة خاصة ومذاق متميز ولذيذ في أيام العيد السعيد كل بيت في البحرين يحرص على تقديم حلويات العيد بأجمل الأشكال وألذي النكهات بألوانها الجميلة وطريقة عرضها المتميزة ليكون كل ما يتم تقديمه مميز ولذيذ في يوم العيد خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين